نعود إلى الخبر الأبرز في نشرتنا حيث أكد سيد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال استقباله قائد القيادة المركزية الأمريكية الفريق أول مايكل كوريلا أهمية تعاون العسكري المشترك مع الولايات المتحدة في إطار العلاقات الاستراتيجية الممتدة بين البلدين والتي تمثل ركيزة أساسية لصون السلم والأمن بمنطقة الشرق الأوسط خاصة في ظل ظروف التي تمر بها وفي اجتماع آخر لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات مبادرة حياة كريمة وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة مواصلة التعاون والتنصيق بين أجهزة الدولة المعنية بهدف تنفيذ مختلف المشروعات القومية ذات الصلاة بالمبادرة استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الفريق أول مايكل كوريلا قائد القيادة المركزية الأمريكية وذلك بحضور الفريق أول محمد زاكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي بالإضافة إلى رئيس مكتب التعاون العسكري الأمريكي والمستشار السياسي لقائد القيادة المركزية الأمريكية وبمشاركة القائم بأعمال السفير الأمريكي بالقاهرة وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن السيد الرئيس أرحب بقائد القيادة المركزية الأمريكية في زيارته إلى مصر مؤكدا سيادته على أهمية التعاون العسكري المشترك في إطار العلاقات الاستراتيجية الممتدة بين مصر والولايات المتحدة والتي تمثل ركيزة أساسية لصون السلم والأمن بمنطقة الشرق الأوسط خاصة في ظل الظروف التي تمر بها والتي تتطلب تضافر كافة الجهود لمواجهة تحديات التي تهدد الأمن والاستقرار وفي مقدمتها الإرهاب الذي يتطلب بذل كافة الجهود الجماعية لمكافحته مستعرضا سيادته في هذا الصدد جهود مصر على المحاور والاتجاهات الاستراتيجية لاجتثاث هذه الآفة من جذورها من جانبه أعرب قائد القيادة المركزية الأمريكية عن تشرفه بلقاء السيد الرئيس مؤكدا حرصه على أن تكون مصر هي أول محطات زياراته الخارجية في المنطقة منذ توليه منصبه ومشددا على تضامن الولايات المتحدة الكامل مع مصر في الجهود التي تبذلها لمكافحة الإرهاب باعتباره التحدي المشترك الأخطر الذي يواجه المنطقة ويهدد الأمن الإقليمي بأسره كما أكد قائد المنطقة المركزية الأمريكية على اعتماد الإدارة الأمريكية على الدور المصري الفاعل والمحوري في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والنابع من الخبرة العريضة والفهم العميق للسيد الرئيس لطبيعة الأوضاع والتحديات في تلك المنطقة الهامة من العالم وهو ما يتجسد في الجهود المصرية لتعزيز السلم والأمن الإقليميين الأمر الذي يفرض أهمية استمرار التعاون العسكري المصري الأمريكي المشترك وتطوير العلاقات الاستراتيجية بين البلدين كما تقدم المسؤول العسكري الأمريكي بالعزاء إلى السيد الرئيس في شهداء القوات المسلحة الذين استشهدوا جراء الاعتداء الإرهابي الغادر الذي وقع مؤخراً في سيناء وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء تناول التباحث بشأن سبل الدفع والارتقاء بالتعاون العسكري والأمني بين مصر والولايات المتحدة فضلاً عن التعاون في مجالات مكافحة الإرهاب وبرامج التدريبات المشتركة وتأمين الحدود كما تم التطرق إلى آخر التطورات بالنسبة لعدد من الأزمات والملفات في المنطقة خاصة أمن البحر الأحمر حيث تم التوافق على استمرار التشاور والتنصيق الثنائي المنتظم بين الجانبين تجاه القضايا ذات الاهتمام المشترك للبلدين الصديقين ترجمة نانسي قنقر